يا صباح الخيرات حلقة جديدة من رقم 10 ألف مبروك لعشاق النادي الأهلي طبعا أولا أنا بعتذر ممكن صوت الواحد شوية مجهد سكان الأجواء كانت عصيبة جدا تشجيع كان متحمس جدا وأجواء حماسية للغاية الأهلي بيستطيع أن هو ينتزع اللقب 11 في تاريخه رقب استثنائي ورقم استثنائي في يوم استثنائي ينتزع من قلب الأسد ونفام الأسد البطولة رقم 11 في تاريخه البطولة ضرت تاج القرات أو ألقاب الأفريقية دوري أبطال أفريقيا النهاردة الأهلي بيستطيع أن هو يتعادل واحد واحد مع الوداد يحيى عطية الله بيسجل الهدف الأول للوداد في الشوت الأول تحديدا في ديئة 24 قبل ما يعادل محمد عبد المنعم النتيجة ويعدلها في ديئة 78 الجنين من أرقام أرقام أو من طيب الزملاء بيصلحوا لي يا جماعة مش يحيى عطية الله ده ونجم هو اللي سجل الجون الأول للوداد في ديئة 24 محمد ونجم طبعا لاعب نادي الزمالك السابق هو الوداد الحالي هو اللي بيسجل الجون الأولاني في الشوت الأول في الدقيقة 24 قبل ما يعادل محمد عبد المنعم الجون الأول لنادي الأهلي بتصبح نتيجة واحد واحد بكده بيتحصل النادي الأهلي بمجموع المباراتين ذهابا وقيابا على بطولة الدوري أبطال الأفريقية طبعا بطولة صعبة بطولة قوية جدا الأجواء كانت مشخونة أجواء كانت حماسية هناك زي ما تابعنا من كازابلانكا من ملعب مركب محمد الخامس زي ما تابعنا أجواء كانت حماسية للغاية أجواء كان فيها يعني المنضوع كان صعب زي ما تابعنا منضوع كان ما كانش سهل على الإطلاق على اللعيبة على الجهاز الفني الجهاز الإداري حتى ما كانش صعب على الجمهور اللي بتابع بس الحمد لله الأهلي بطل رجالة الأهلي أبطال رجالة في الملعب احنا كنا نثق في رجالة النادي الأهلي وعشان كده أبطال النادي الأهلي ما خلوناش يعني إن إحنا نزعل النهاردة ننام وإحنا زعلنين النهاردة ألف مبروك للعيبة الأهلي ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي وقبل جماهير الأهلي ألف مبروك ليه؟ الجماهير المصرية كلها أكيد يعني شيء بديهي إن إحنا كلنا نهاردة كلنا نشجع النادي الأهلي ألف 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 مليون مبروك يا جماعة للنادي الأهلي